إذا أذن المؤذن وكنت تتكلم تقول سالفة اطبع كلامك وسالفتك يعني البعض يسمع المؤذن يؤذن ولا يلتفت له ويكمل كلامه فيحرم في الحقيقة نفسه من أجر الترداد مع المؤذن ويحرم كذلك غيره من أن يردد مع المؤذن عندك كلام لاحق على اللي تبي تقوله بل حتى لو كان الشخص يعني يقرأ القرآن وأذن المؤذن فالسنة أنه يتوقف عن قراءة القرآن ويردد مع المؤذن يعني امتثالاً للقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولأن كذلك إجابة المؤذن سنة يعني تفوت إذا استمر الشخص في القراءة أو في الكلام وأما القراءة والكلام لا تفوت يعني ممكن تكمله بعد ذلك فلماذا الشخص أيها الأخوة يحرم نفسه الأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال حدكم الله أكبر الله أكبر إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة نعم دخل الجنة وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى يعني الدعاء سيكون مستجاب بعد الأذان فلما التفريط يعني في هذا الفضل والأجر العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة بالله عليكم أيها الإخوة في أحد يفرط في هذا الأجر العظيم بل السمع لهذا الحديث يعني إذا قال المؤذن في آخر الأذان لا إله إلا الله ماذا تقول بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنوبه فجميل الشخص في الحقيقة أن يحرص على الاستماع للمؤذن والترديد معه بل وتعليم أهله وزوجته وأطفاله يعني أجر متابعة الأذان والمؤذن أسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله